السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مشروع سمايكرو دوت بيت. ده مشروع عاملاه الحكومة البريطانية وساعد مليون كتعة زي مظهر بورد صغيرة على الطلاب في المدارس بحيث انهم يتعلموا فاكرة البرمجة ويقدروا انهم يعمل روبوتات. فهنمطلق من هنا من السفر من حاجات صغيرة خالص لحد ما نقدر نبرمج روبوتات. وفي اجهزة تقدر انت تشريها وتوصلها بالكمبيوتر وبرمجها. لكن احنا نبتدي من البداية خالص ان احنا نكتب البرمجة وبعدك نشوف ازاي ان نوصل بها. تمام? هنا انا عطلق انا عايز ابدأ سيشن جديدة هتسمها اي اسم. ويقولك انت عايز الكود ايديتور بتاعك الميك كود. بالشكل ده ولا لغة البيسون. طبعا الميك كود اسهل وتقدر ان انت يعني بعد ان تعمل الميك كود توصل تقدر تقوله انا عايزك تحولها لي لبيسون. طيب تعالا بس نشوف الفكرة. وواحدة واحدة كده هنبدأ نخش في مضوع البرمجة. طيب دي بقى اسمها البرمجة المرئية يعني مجرد ان انت بتسحب الشكل وتحطه هنا مسلا. تمام? هنا بيقولي انستارت في البداية وهنا فور افر. حلقة هتتكرر معاكم. هتقدر بتسحب لو انت عايز. طيب خلينا نقوله اديتور كود. والبلوكس دي تقدر تشوفها الجافسكريبت بتاعتها. ممكن حتى اتعدل في الجافسكريبت. هتلاقي هنا الحيات البازيك. تمام? زي مسلا تشوف الرقم فور ايفر ونستارت كل الحاجات ديت. تمام? وممكن نقوله بقى احنا عايزين مسلا شكله معين. تمام? طيب خلينا نقوله مسلا هنا. وتبدأ بعد كده تحدد ايه الحيات اللي انت عايزها تنور مثلا. دي لما تبدأ. زي ما تشوف الحاجات اللي احنا حددناها هي دي اللي نورت. مفروض ان دي ماظر برد صغيرة انت بتجيبها وتوصلها باللاب او بالكمبيوتر ويبدأ ان هو تشتغل معك. وتقدر تحمل الملف ده لو انت حبيب. او تقوله سيند كود دي بعت لك الملف دوت للحاجة اللي انت موصلها. لو انت شغال على الكمبيوتر بتبعتها من خلال يوسي. لو انت شغال على التابلت. فمن خلال البلوتوست تبدأ تنقل الكود بتاعك. اي حاجة هتكتبه هنا. هتتبرمج هنا. هتتنقل لي الكود هنا. يعني ممكن تقوله هنا. اه. بتقوله ايه? اشغل. هتنقل بشكل دوت. طيب انا عايز اكتب كلمة بدل دوت. فخلينا نقول له مثلا. شو سترينج هلو. تمام? ونقدر نسحب دي حتى ممكن نرميها بره. تمام? انا قلت له كتبها هلو. طيب هكتبها ازاي? اتش اي ال ال او. فكلمة هلو فعلا ظهرت معي. زي ما انت شفت المطور سهل جدا وسيط وسهل جدا ان انا اقول له ايه? وريني الكود اللي الكتب ده في الجوف سكريبت مفروض يكتب ازاي? يروح مديني الكودز. شو سترينج هلو. البازيك فور ايفر. فانكشن دي ما فياش اي حاجة احنا مبرمجنوش. احنا ببرمجنوش. احنا ببرمجنوش. احنا ببرمجنوش على زرنا معين. فهقول له ام بوتون ايه. لما حد يدوس حرف ايه. ابدأ بقى اعمل لي شو سترينج هلو. اول ما يدوس على حرف ايه. طيب بعد ما اكتب هلو ممكن نجي هنا نقول له ايه? ازهر لحاجة معينة. ممكن نقول له كلير الغيلي او ممكن نقول له اقفالي المد السواني. زي ما انت شاف سهل جدا للبرمجة. تمام? ازهر للا ايكون ديت. يبقى كده الترتيب هجيب لكلمة هلو. بعد كده يستنى ثانية وبعد كده يبدأ يزهر للشكل دوت. الشكل ده طبعا نقدر تحكم فيه بسهولة. تقدر تختار اي شكل من دول. تمام? طيب خلينا نشغل. هو كده ما عمشي اعمل حاجة غير لما انها تدوس حرف ال ايه. هتبدأ كلمة هاللوو تزهر. كلمة خلصت ناف ثانية وبعد كده يزهر لي الشكل اللي احنا عملناه. تمام? ان شاء الله هنكمل شرح في الموقع او والطبي دور بإذن الله.